النادي الاهلي بيصل الى قبل نهائي مونديال الاندية بعد انتصار اكثر من رائع على اتحاد جدة بسلاسية مقابل هدف في مباراة خلف التقريبا كل التوقعات السعودية اكثر من المصرية اكيد كانت حدوث النادي الاهلي قبل المباراة مش افضل حاجة قصاد قائمة من لعاب البلاي ستيشن اللي احنا بنلعب بيهم طول حياتنا فجأة بنلاقيهم في الملعب قدامنا ولكن النادي الاهلي قاعدته مفيش مستحيل معاه ومفيش قواعد تقدر تحطها مع النادي الاهلي اهلا بكم في حلقة جديدة من في كتفك يا اهلي بالتعاون ما بين يلا كورة وجي ان لسي سبورتس معاكم انا النهاردة كريم سعيد هكون لوحدي لان زميلي وصديقي محمد سعيد قرر ان هو يحضر المباراة من ارض الملعب واحنا محبناش نتأخر عليكم كتير لان بصراحة الزخم اللي المباراة عاملاه اكيد محتاج ان احنا نتكلم عليها شوية عايز ابدأ الكلام معاكم في كولر مارسيل كولر اللي بقول لكم هو تقدر تنتقده في بعض النقاط اكيد ده مسموح لكن فعلا اللي غير مسموح انه تقيم كولر بشكل عام او تقول ان هو خلص مع الاهلي او ان هو مش عارف ايه او ان هو خلاص بقى بطلته خلصت وفضيت ومحتاجين نغيره نعمل تبديل عشان اتعادله كان مباراة في الدورة ولا في دور المجموعات ولا حتى خسر الدورة الافريقي الجديد بنظامه الجديد الكاف عامله ده دي حاجة هذه نقرة وهذه نقرة كولر في وجهة نظر الشخصية في الوقت الحالي هو ثاني افضل مدير فني في تاريخ النادي الاهلي بعد الاسطورة منويل جوزين كراءته للمباراة اكثر من رائع اه تركاته اللي بيعملها لمفاجأة الخصوم فعلا فعلا تعبر عن عقلية تدريبية عالية جدا وندلل بالامثال على ده مبارح البدء باحمد نبيل كوكا على حساب الدبابة المالية اللي دي الاهلي اشتهر بها في السنوات الاخيرة مبارح كان مارسيل كولر عنده وجهة نظر ان هو يبدأ بنبيل كوكا على اليو ديانج لبعض النقاط شفناه في المباراة منها اهم نقطة نبيل كوكا ما بيسرحش لقدام خلي بالكم واحدة من اهم فوجة نظر الشخصية اهم النقاط اللي مارسيل كولر بنا فكرته عليها ان ديانج بيسرح شوية احمد نبيل كوكا ثابت وراكز في مركز ستة وقدر ان هو يعني شفناه مبارح في كزا فيه تاكلنج عمل اللي منع اعتقد فصل الغامدي من التزديد على مربع النادي الاهلي كان رومارينيو رومارينيو مش فصل الغامد كان رومارينيو ورومارينيو انتم عارفين رومارينيو واحد من المساددين الجيدين ليه نادي اتحجت فمبارح تاكتك مارسيل كولر واختياراته لللاعبين واختياراته التشكيل اساسي رغم طبعا نشوف طبعا ناس كانت مستغربة جدا جدا لبدء بنبيل كوكا على اليو ديانج فدي امر يحسب للراكل الراجل انبلاح برضو كل امانة هو مغيرش الا بقدوم الديئة 72 ودي نقطة افادت ان الفريق فضل محافظ على الرتم والنسك بتاعه طول الوقت مارسيل كولر بيقود النادي الاهلي ليه سيمي فاينل منديال المرة الستة في تاريخه المرة الرابعة التوالي وعنده رقم حلو قوي 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 عايز اقولهلكم النادي الاهلي محققش السلاسية في المنديال غير مع مارسيل كولر كسب اوكلند السنة اللي فات التلاتة صفر والسنة دي بيكسب اتحاد جدة في عقر داره امام جماهيره وفي ملعبه وفي كل شيء تلاتة واحد نتائج طبعا اكيد تحسب ليه المدرب السويسري عايز نكمل برضو تحليل المبارات نقطة تانية ان مارسيل كولر واضح جدا 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 انه لعب على العامل العمري والسني الكبير ندي اتحاد جدة ندي اتحاد جدة تمن لعيبة من الحداشر الاسسيين مبارح كانوا معاديين الواحد وثلاثين سنة مارسيل كولر حول المباراة معهم الى مباراة بدنية بحتة مفيش اي مساحة انك تستعرب مهاراتك دفاع كومباكت جدا حامل القرة لاتحاد جدة عدى نص الملعب ركابة لسيقة للغاية ضغط جديد جدا جدا ضب البرس في كل حتة ممنوع انك تستخدم مهاراتك عايز تعمل ايه عايز تتفوق علي لازت تتفوق علي بدنيا ان دي اتحاد جدة مقدرش المعلمين بتوعات اتحاد جدة بس اسناء كانتي كانتي عام مباراة ممتازة في وجهة نظر بس اسناء كانتي يعني بتكلم على فابينيو بتكلم على كريم بن زيما بتكلم على روبارينيو بتكلم على كونرادو بتكلم حتى على جوتا لما نزل كلهم معلمين مبارح فعلا فعلا الفعالية بتوعات تحاد جدة كانوا اتنين بس فصل الغمدي وكانتي دول عملوا اداء كويس في الملعب لكن الاتنين وصاد الجيش الاهلاوي القوي مقدروش خلاص بقى فيه فجوة والاهل انت حاسس نطش سهل ليه؟ ان اتحاد جدة فرح خطوطه بزي هنا بقى فرق الدول وفرق افريقيا وقفل لأ وانس انك فتحت خطوطك مع الاهلي خلاص انت بتبدأ واني الاهلي كان بلعب حاجة مرتدة الاهلي العبشان الاستحاولة لاي سايب الكرة امش عايزة هل ليها معك يعني بها لا انت عايزه ولكن انا هبدأ اجرق هجرق هجرق لنص ملعبي هب اضغط عليك اخذ الكرة عن مرتداني الاهلي كان قادر شوت الاول لو كان كهرباء استغل الخطأ الفادح لأحمد حجازي في نهاية الشوت الهجوم بشكل اكبر اذا هو يجيب هدفين في خضام عشر دعاية انتصار كبير اكيد للنادي الاهلي يحسب بالكامل لمرسيد كولر وي التاكتك بتاعه واكيد اكيد هنمتظر مباراة النادي الاهلي وفي نهاية نايزة يوم الاتنين الساعة تمانية ان شاء الله مباراة بازن الله بازن الله تكتب تكتب للنادي الاهلي حاجات تاريخية كتيرة قوي كتيرة جدا منها مسلا مواجهة افضل نسخة لمانشستر سيتي في التاريخ قدام العملاق مع العملاق جوارديولا طبعا مباراة اكيد كلها نفسينا نشوفها بس عشان نوصل لمباراة دي الاول محتاجين لتخطى عقبة فلومينيزي الفريق البرازيلي الصعب ولكن اللي في المتناول فلومينيزي فرقة محترمة جدا بس مش نفس النسخة بالميرس اللي احنا لعبناها في الامارات لما الاهلي وسل سمي الفاينل دي غير دي بلميرس ساعتها كان فعلا فريق قوي جدا فلومينيزي فريق قوي لكن مش بنفس القوة بتاع بلميرس ساعتها فان شاء الله بازن الله بازن الله يوم الاتنين نقدر نبارك للنادي الاهلي ونقول له احنا هنشوفك خلاص مع مانشستر سيتي في الفاينل قدام جوارديولا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر